يا جماعة فيه توافد كبير جدا من مختلف دول العالم على محافظة بور سعيد التوافد ده جي من أجل المشاركة في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني اللي بتنظمها هذه المحافظة كلنا عارفين أن مصر يعني بتعرف أن هي دولة التلاوة في مش الشرق الأوسط بس في العالم الإسلامي في منها أصوات كتيرة جدا برزت في مسامع كل المستمعين للقرآن الكريم والابتهال الديني المسابقة دي جاءت وسط حالة كبيرة من التقاهب والتنظيم على أعلى مستوى وخصوصا بعدما أصبحت المسابقة الدولية للقرآن الكريم من أشهر المسابقات اللي بيشترك فيها عدد كبير من الدول وعدد كبير أيضا من حفظة كتاب الله ومن أيضا المبتهلين خلينا نشوفوا درجة أمورة تحت راية الشيخ المبتهل نصر الدين طبار تنطلق فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السادسة لعام 2023 والتي تستعد المحافظة لتنظيم استقبال واحدة من أكبر المسابقات الدينية الدولية التي تجمع مشاركين من كافة أنحاء العالم كل عام المسابقة يشارك بها 26 دولة و65 متسابقا يتم استقبالهم بكل حفاوة مع تقديم كافة التسهيلات للضيوف بجانب اتخاذ كافة الترتيبات والتنسيقات الخاصة لتنظيم المسابقة التي تقام فعالياتها على مسرح المركز الثقافي والترفيهي يشارك بالمسابقة عدد من الدول من بينها الإمارات وتونس والجزائر والسودان وفلسطين واليمن وإندونيسيا وباكستان وتعكس أعمال تنظيم فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني الصورة الحضرية للدولة المصرية أمام دول العالم ولذلك تعطي المحافظة الأولوية الكاملة للظهور بشكل لائق في حفل الافتتاح وحفل الختام ليكون على أعلى مستوى نظرا لأهمية المسابقة ولكونها تعكس الطابع الديني والتراثي مع المزج بين الأداء القديم والحديث في الابتهالات والعروض الدينية المقدمة خلال المسابقة ترجمة نانسي قنقر